السريبرام هو أكبر جزء في الدماغ وبينقسم إلى ليفت وراية سريبرال هيمسفير كل هيمسفير بيحتوي على نسيج عصبي مرتب لعدة طياط أو فولدس بيطلق عليها اسم جيراي الجيراي بتتفصل عن بعضها عن طريق قنوات سطحية اسمها سالكاي وقنوات أعمق اسمها فيشارز السالكاس الرئيسي يمكن تحديده على صورة الأشعة المقطعية والرونين المغناطيسي للبرين وهو السنترال سالكاس واللي بيفصل بين البري سنترال جيراس في الفرونتال لوب عن البست سنترال جيراس في البريتال لوب ومن المهم التعرف على هذه الجيراي لأن البري سنترال جيراس بيعتبر قسم حركي في البريين والبست سنترال جيراس بيعتبر قسم حسي في البريين وأيضا من الجيراي المهمة في البريين سنترال جيراس سنترال جيراس باراهبو كامبل جيراس والسيوريور تمبرال جيراس سنترال جيراس بيعتبر قسم حركي في البريين هما اللينجوتيدونال فيشر واللاترال أو السيلفيان فيشر اللينجوتيدونال فيشر هو عبارة عن جروف طويل وعميق بيفصل بين الليفت والرية سريبرال هميسفيرز بيقع في هذا الفشر كل من الفركة السريبري والسبيرير والإنفيدور ساجتال ساينسس اللاترال أو السيلفيان فيشر هو جروف عميق بيفصل الفرونتال والبريتال لوبس عن التيمجرال لوب وبيمر خلال اللاترال فيشر العديد من البلود فيسلز وبشكل رئيسي فروع الميدل سريبرال آرتري السريبران بيقوم ببعض الوظيف المهمة جدا زي التفكير والتخاذ القرارات والزاكرة والتمييز بين الأشياء والسريبران بيحتوي على كل من الجري مطر بينقصين عبارة عن أجسام الخلايا العصبية والويت مطر بينقصين عبارة عن أكسونات متغلفة بميلينشيز يعني ميلينيتد أكسونز السريبرال كورتكس هي الطبقة الخارجية من السريبران بتتكون من الجري مطر تقريبا بصمك من 3 إلى 5 ملي متر السريبرال كورتكس مش بس بتستقبل المدخلات الحسية ولكن أيضا بترسل الأوامر للعضلات والغدد لكي تتحكم في حركة وأنشطة الجسم أسفل الكورتكس بيكون موجود الويت مطر واللي بتحتوي على ألياف بتكون مسارات لنقل الإشارات العصابية من وإلى السريبرال كورتكس أكبر وأضخم حزمة من الويت مطر فيبرز خلال السريبرام هي الكوربس كاللوزم ودي عبارة عن حزمة تقع في منتصف المخ بتكون سقف اللاترال فينتريكالز وبتوصل الريت والليفت سريبرال هيمسفيرز ببعض بيتكون الكوربس كاللوزم من أربع أجزاء بالترتيب من أسفل الأمام إلى الخلف هما الروسترام والجينو والبادي والليسبلينيا ايضاً اتنين من حزم الويت مطر فيبرز خلال السريبرال المهمين هما الانتيريور والباستيريور كوميشارز الانتيريور كوميشارز بتمر من المنتصف خلال لامنا ترميلاليز وبتربط بين الجزئين الأماميين لكل من التيمبرال لوبس والباستيريور كوميشارز هو ممر بيتكون من عدة ألياف بتنل الإشارات العصابية اللي بتكون رضوط فعل حضكة العين تجاه الضوء وما يسمى بي بي بولاري أو كانسينشوال لايت ريفليكسز الباستيريور كوميشارز بيمر في المنتصف خلف السيرد فنتريكا مباشرةً أعلى السريبرال أكويداكت وأسفل الباينيال جلاند اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة